حبيت شارككم بطريقتي لوصفة بقلة البرغل عبنادورة وصفة مشهورة من بلادنا وكل بلاد الشام بتعملها وصفة بلدية بتنعمل لوحدة وبتتقدم ما في أطيب منها يعني هايدي أكلة الجدات والأمهات زمان مع خضرة مع زيتون مع مخلل مع خبص طاج بلدي ولا أطيب بحب دايما نقدمها مع أكلات بلدية بالذات يعني إذا عاملين بطاطة حرة إذا عاملين مقالة مشكلة جات تبولة بنعمل هايدي الأكلة بالنسبة لإلي لو باتت بتكون أطيب وأطيب وما بينمل منها أبدا خاصة لما يكون عنا خبص طاج بلدي ما في أطيب منها أي أطباق جانبية مرافقة لإلها وحتى لوحدة عنا بتتقدم أنا كنت عاملة صفرة طبخات يعني بالذات مثل فت وفلافل والليد بندورة وعجي مقلية وعجي بالفرن وتقليد بطاطة مع البتنجان والزهرة بالتوم والكزبرة والحر كل هايدي الوصفات على زوقهم طريق الطبخة والمواد المطلوبة لإلها كتير سهلة ومتوفرة بكل مطبخ وبكل بلد أنا جهازت شي أربع حبات بصل فرمتوا المربعات صغار بهيدي الطريقة وبحط عليهم زيت زيتون أصباني ما بحيب حط زيت زيتون بلدي عشان ما يتعرض لحرارة عالي بضيفوا على البارد وبقلبهم لا يدبلوا عندي معلق صغيري توم مهروس فلفل أخضر حار هايدي الإضافات عزوقهم فيه ناس لا بتحط لها توم ولا بتحط لها فلفل ومنقلبهم لا يدبلوا عندي مع البصلة وياخدوا تدبيلي بعدين منحط عليهم معلق الطعام ديبسي فلايف للأحمر الحلو كمان إضافته اختياري مش الكل بحطها بس أنا بحب طعمه مع هايدي الأكل حطيت لها علبة معجون بندورة عشان تتسبك عننا الصلصة وتعطيها طعم أطيب كنت أنا طاحني أربع حبات بندورة أو خمسة شالي القشر عنهم يعطوها طعم أطيب ما بحب حط لها البندورة اللي بشرة وبخليهن يتقلبوا مع البصل والتوم والفلفل ومعجون البندورة ونص معلق الصغير يكمن ومعلق الصغير بابركة خاصة إنو هايدي البابركة أنا بشتغلة ومعلق الصغير من الملح ومنقلبهم خليهن يتسبك وبغطيهن وبخليهن عن نار يتسبك وشي خمس دقايق لياخدوا الطعم ويتقل عنا الصلصة أكتر بتطلع قطيب هلا أنا كنت مغسلي كباي ونص برغل أصمر خشن بيستخدم اللبنانة مش التركية صراحة البرغل اللبنانة بيفرق كتير عن التركي وأطيب وهيدي اختياري ومنقلب البرغل بعد ما غسلته وصفيته بضيفه على البندورة ملاحظين بعدني ما حطيته على لون مي هلا بس قلبهن بشوف إذا بدون مي أنا دايما بحط البندورة مطحوني عشان تعطي كمية سوائل للبرغل ولما شفت كمية السوائل مناسبة ما ضفت لهم مي مغلية شايفين ميت البندورة لوحدة كافية هلا بس البرغل تشرب عندي ميت البندورة خففت النار وبغطيه لا يستوي عنا هايدي الطبخة ما لازم تكون عنا مفلفل أبدا لاحظين القوام كيف حطيت زيت زيتون بلدي أصلي على الوش مقدار فنجان قهوة عربي صغير وبغطيهن وبخليهن لا يتشربوا طعم زيت الزيتون البلدي وبطفي تحتهن أبدا ما لازم تكون مفلفل يبدا تكون شوي طرية معنا لأنه حتى بس تبرد رح تلاقوها جمدت معكم فبدا تكون معكم هايدي الطبخة طرية بعد ما تركتها خمس دقايق مغطاية على النار بحطها بجات التقديم وبزينا بالنعنع الخضرة بالفجل البصل الأخضر كتير طيب معها فلفل أخضر حار زيتون ومخلى البتنجان كمان كتير طيب معها وإن شاء الله قريبا رح نزلكم طريقة مخلى البتنجان كتير طيب مع هايدي الوصفة أو أي أكلات بلدية لازم تحطوا معاها هيك شوية خضرة نعنع خضرة فجل زيتون بصل أخضر بتتقدم مع أي أكلات بلدية أنتو عاملينها وكل ما باتت كل ما كانت أطيب وأطيب أنا كتير بحب أعمالها سندويشي بخبز الصاج مع زيتون مع فجل مع بصل أخضر طعمتها كتير طيبة وهيدي الأكلات إن شاء الله رح شارككم طريقة العجة وطريقة اللاية البتنجان والزهرة أو طريقة الفلافل صارت موجودة عندي بالأكاونت